صنعاء تعلن انخفاض أسعار القمح والدقيق والصناعة تشدد على جميع منافذ البيع إشار الأسعار المحدثة تفاصيل عاجلة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة أعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليوم عن خفض جديد في أسعار القمح والدقيق ضمن المراجعة المستمرة لأسعار السلع الغذائية الأساسية وأصدرت الوزارة تعميما بتحديث قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية الأساسية والذي تضمن خفض أسعار القمح والدقيق وأفق التعميم فإن كيس القمح حجم 50 كيلو جرام أصبح بسعر 14200 ريال وكيس الدقيق 25 كيلو جرام ب7200 ريال وعبوة 10 كيلو جرام بسعر 2950 ريال وقطم 5 كيلو جرام بسعر 1450 ريال وصعر الكيلو جرام ب300 ريال وكيس القمح حبوب 50 كيلو جرام بمبلغ 12500 ريال وحجم 25 كيلو جرام بمبلغ 6300 ريال كما جاء في التعميم أن سعر القمح المطحون 50 كيلو جرام بسعر 13400 ريال وعبوة 25 كيلو جرام بسعر 6750 ريال وعبوة 10 كيلو جرام بسعر 2750 ريال وعبوة 5 كيلو جرام بسعر 1400 ريال وسعر الكيلو جرام الواحد 280 ريال وعبرت وزارة الصناعة والتجارة عن تقديرها للشركات والمحلات التجارية المتجاوبة مع تحديث القوائم السعرية وخفض الأسعار مؤكدة أن الفرق الميدانية ستبدأ عملية الرقبة والضبط داعية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة سعرية أو تموينية عبر رقم المجاني أو 74 مؤكدة على جميع منافذ البيع إشهر الأسعار المحدثة بشكل أوضح للمستهلك إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة